اكدت الهيئة العامة للبيئة ان مستوى تركيز الغازات المقاسة في منطقة الشعاب الصناعية من الشمال الى الجنوب تقع ضمن الحدود والمعايير المنصوص بها باللائحة التنفيذية لجودة الهواء الخاصة بالكويت وبالمعايير الدولية وقال مدير ادارة جودة الهواء في الهيئة المهندس شريف الخياط ان فرق التفتيش والرقابة وادارة رصد جودة الهواء التابعة للهيئة قامت بجولة تفتيشية على مصانع منطقة الشعاب الصناعية الشرقية والغربية للتأكد من التزام المصانع بالاشتراطات البيئية المعنية بتلوث الهواء وتطبيق المعايير البيئية الواردة باللوائح التنفيذية لجودة الهواء الخارجي طبعا اللي صاير ان من بعد ورود البلاغ الهيئة العامة البيئة انتشرت الفرقة التفتيشية من الضباط القضائيين في الهيئة العامة للبيئة في المنطقة الجنوبية وذلك طبعا لوجود بلاغات بخصوص وجود روائح وانبعاث قازات من هذه المنطقة تم تقطية المصانع في منطقة الشعابة الشرقية والغربية من قبل الضباط القضائيين تم رصد العديد من المخالفات وتم طبعا اخذ الاجراءات لعدم التزام بالاشتراطات البيئية والهندسية الخاصة في قانون حماية البيئة وفيه ادارة مختصة في جودة الهواء قامت طبعا بمتابعة الامور الفنية والخاصة في الانبعاثات